عارفين ان دلوقتي النقطة لا نقطة ايه احنا بالنسبة لنا مش نقطة احنا التلات نقطة بقت غالية جدا 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 مع اقتراب حسم الوطولة التلات نقطة فيش حاجة في الناجي لقى لي اسمها نقطة احنا بنتكلم على التلات نقطة كل تلات نقطة ليه المباراة اللي انت بتلعبها وتاخدها بتخفف الضغوط شوية عنها يعني النهاردة ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعة نكسب ودي دجلة ان شاء الله بتخفف ضغط ماتش عادة منك وزي ما قولنا حضرات قبل كده الفرق اللي هي اللي تحت اللي بتصارع عشان كده انا بقول لكم ماتش النهاردة من دمن المباراة الصعبة قوي 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 فرقة دجلة في موقف لا تحسد عليه هي من نهاية الفنية على فكرة فرقة بتقدم عروض كويسة جدا وفرقة عندها لعيبة كويسة جدا ولكن النتائج ما بتنسبش مع العروض بتاعتهم لقى دجلة في المركز القبل الاخير برصيد 23 نقطة وبصراحة بصراحة لا يعبر عن مستوى الفريق وده واحد من ايه ده تاني فرقة من تحت اصبح من المهددين بالهبوط للدرجة التانية لانه ضمن التلاتة اللي في المؤخرة مش بيحتاج بقى ده بيحتاج لكل نقطة لكل نقطة ده البقى اللي هيخلي النهاردة المباراة صعبة جدا جدا عارف لو مع فرقة في وس الجدول او فرقة بتحاول تحسن مركزها يعني هقول لك الماتش اف ويه صعبة لانه هو بيلعب النادي الاهلي بس مش بصعوبة بتاعت النهاردة او مش بصعوبة الفرقة اللي انت بتقابلها اللي هي تحت لا انا عارف ان فيه فرقات فنية كبيرة بين الفرقتين ولكن في المواقف الصعبة اللي زي دي اللي بيبقى فيها الفرقتين عندهم الدوافع ولو ان مش عايز اقول الدوافع مختلفة علشان برضو ما بخص حق ديجلة ولكن ديجلة بيصارع من اجل البقاء انما النادي الاهلي بيصارع علشان المكان المفضل بتاعه البطولات على فكرة عايز اقول لحضرك حاجة البطولات النادي الاهلي بيبص عليها وبيبحث عنها وبيروح في اتجاهها وعشان يروح في اتجاهها بيعمل حاجات كتير قوي 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 المنظومة عندنا مش عايز اتكلم عن المنظومة لان كل مرة بتكلم عن المنظومة منظومة النادي الاهلي هي اللي بتودي لطريق البطولات وكمان في حاجة البطولات بتحب النادي الاهلي البطولات بتحب النادي الاهلي ماتش النهاردة اكيد هيكون في شغل تكتيجة عالي جدا من مدرين فنيين اللي هم المسر بيتسو موسماني أو عبدالباقي جمال المدير الفني لديجلة ومن نسبة ديجلة يمكن ديجلة كان ليه فترة من الفترات طريقة لعبه مميزة اللي هو بيعتمد فيه على استحواز وعدم التشتيت ويبدأ الهجمة من تحت من أول قوسى أو محمد عبدالمنصف حارس المرمى لحد ما يوصله للخصم ما كانش حتى لما بيضغطه ما كانش فيه تشتيت ده كان أسلوب لعب مع تاكس جونياس اللي هو راح دلوقتي لبيرامدس وتاكس لما سابهم فضلوا برضو متطبعين شوية بطريقة اللعب لأن جالهم بعد كده مدرب تاني كوبروسي تقريبا بنفس الأسلوب وبعدين بعد ما سابهم يعني علشان يطلعوا من اللي هم فيه يعني بياخدوا فترة شوية ولكن هم بيحاولوا يطلعوا من الأسلوب أو الطريقة اللي كانوا بيلعبوا بيها مع تاكس جونياس ابتدوا مع الكابتن عددى يمكن لعب واربع ماتشاد على فكرة الأربع ماتشات ما خسروش فيها الأربع ماتشات ما خسروش فيها تعادلوا ثلاث ماتشات وكسبوا ماتش أسوان أربعة واحد فعموما هم نتيجهم في الفترة الأخيرة ابتدت تتحسن نتيجهم ابتدت تتحسن عندهم الدفع الكبيرة جدا جدا النهاردة لأن النقطة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت النقطة مسألة حياة يعني الماتش اللي بيخسروه بيقرب قوي نزولهم للدرجة الأدنى فهو في عرض نقطة فطبعا مش عايزة أقول حي موت نفسه ولكن هيلعب بروح قتالية عالية جدا 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 كأنك بتلاعب فريق على بطولة هي ماتشات النادي الأهلي الفترة اللي جاية كلها ماتشات كؤوس كلها ماتشات كؤوس فكل ماتش بناخده كده زي ما كنا يعني طول عمرنا بنعمل كده بناخد كل ماتش على حدة بنخلص ماتش النهاردة ان شاء الله بناخد الثلاث نقطة لاعتلاق قمة الدول بإذن الله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر